يعني أنا سيادت النائب في أن أنا عايزة أعرف إيه الأهمية الاقتصادية بتاعة الرمل السوداء إيه الهوسة اللي عملها يوسف وعملها الإعلام المصري والصحافة وبتاعة ومهمة في إيه يعني الرمل السوداء دي طبعا هو مجمع الرمال السوداء هو بيعد مشروع قومي تنموي بيضيف إلى الصناعات الأخرى التي تستفيد من المواد الخام التي يخرجها مصنع الرمال السوداء من ناحية أخرى بعد فصلها لأننا بنتحدث عن الرمال السوداء بتتكون من 41 عنصر 41 عنصر بيدخلوا في 49 صناعة وبالتالي الصناعات التكملية الصناعات الأخرى هي التي تستطيع أن تستفيد من مخرجات الرمال السوداء في تطوير هذه الصناعة تطوير هذه الصناعة بيفتح المجال لأمرين الأمر الأول زيادة في فرص العمل بزيادة في الاعتماد على المكون المحلي إنجاح سياسة الدولة نحو توطين الصناعة تقليل فطورة الواردات وزيادة فطورة الصادرات وبالتالي بخفف العبء عن النقد الأجنبي بخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة دي من الناحية الاقتصادية من الناحية التنموية نحن بنتحدث عن أبعاد اجتماعية وبيئية وصحية الدولة المصرية من خلال هذا المشروع بتحقق أهداف الأممية للتنمية المستدامة 17 هدف من ناحية بتحقق رؤية مصر 2030 هذا المشروع بيمثل جوانب عديدة بيخلق حالة من الصناعة والابتكار والقدرة على تكوين الهياكل الأساسية من ناحية بيوفر فرص عمل ملائمة بيساعد في نمو الاقتصاد بيحافظ على الموارد الطبيعية للدولة المصرية ودي نقطة مهمة جدا كلها وجميعها بتأتي في إطار أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك طبعا أنها بتفتح المجال لعقد شرقات مع الغير وده يمكن اللي الدولة المصرية بتستهدفه من خلال هذا المشروع وهو إتاحة الفرصة للاستثمارات المحلية والأجنبية للدخول والشراقة سواء في مجال الرمال السوداء مباشرة أو في الصناعات التكملية التي تستفيد من هذه المادة الخام